بسم الله رقم 37 برضو لسه في التقييم تقييم المعلومات اللي بتيجي عن طريق الانترنت وهنا هنحدد ايه هي العوامل اللي من خلالها هنحدد مصداقية المعلومة اللي جاية من الويب سايت هنحدد مصداقية بقى الويب سايت موقع اللي احنا جابين منه معلومات عن طريق ايه قبل ما نقول عن طريق ايه اللي جاية في منهج الاي سي دي ال الموضوع ده يهم كتير جامعات كتيرة وقالت لابد ان احنا نضع ضوابط نحكم من خلالها على صحة المعلومة من عدم صحتها فبعض الجامعات اقترحت حاجة اسمها كراب بتشوف صفحة الانترنت الكارنسي بتاعها حدثتها امت طلع الموضوع واخر مرة تعمل له اوب ديت او تحديث ريليفنس علاقة صفحة الانترنت بالموضوع ايه تلاقي مثلا حاجة تجارية بتتكلم عن حاجة طبية ايه علاقتك بالموضوع انما لما تكون مثلا موضوع صفحة الانترنت بتتكلم عن الطب بتتكلم عن الجامعية مثلا في جامعية من جامعيات الطب في امريكا خاصة بالقلب خلاص ما هو كلها خاصة بالقلب بتتكلم عن موضوع خاص بالقلب وهي لها علاقة بالقلب الاثر مين اللي كتب الموضوع ده اكيوريسي دقة الكتابة بتلاقي فيه غلطات كتير فمش معقول دي تكون شركة محترمة او ارجنيزيشن مؤسسة محترمة او منظمة محترمة واتطلع صفحة الانترنت مليئة بالغلطات الهجائية ان بيربوز والغرض غرض ايه هي تجارية اه يبا غرضها تجاري انما لا دي غرضها علمي دي زي ما قلنا هاي غير البحية ما لهاش غرض من وراها غرض البحية ده الموضوع ده اللي هو بتاع مين ده بتاع تابع لبعض الجامعات كابروتش وطريقة لانها تحكم على ايه تحكم على اه مصدقية معلومة من خلال موقع صفحة الانترنت لكن عندنا في الاي سي دي ال بيتكلموا بيرو حاجة تاني نعم بيقول لك لا احنا هنكتفي بتلات حاجات تحديد العامل التي تحدد مصدقية موقع الويب هي مين المؤلف مؤلف مين هو اسمه ايه ايه شهاداته ايه خبراته نمرة اتنين هل الحاجات اللي كاتبها كل حاجة لها مرجعها حطتها لدي خدتها من مرجع الفلاني ودي خدتها من مرجع الفلاني نمرة تلاتة التحديث ده الموضوع ده ام تتعامل وتعدل عليه بعد كده تعالوا ناخد الحاجة في الويكي بيديا خلاص كمثال لو خدنا حاجة في الويكي بيديا كمثال ادي هنجيب نوعه وكتبت مثلا اتش اي في اللي هو الفيروس الاتش اي في بتاع الايدز واكتب ويكي خلاص خلاص وهندور وندخل على الاتش اي في ويكي ونشوف نقص المناعة المكتسبة او المكتسبة وتشوف هنا هتلاقي تخيل دي اول حاجة مين اللي كتبها كتبها الجماعة بتوع ويكي بيديا لكن شوف الجمال نمرة واحد هتلاقي اهو ومكتوبة نجابها من اي مرجع ادي المرجع تخيل مقالة زي دي ونمرة اثنين ونمرة ثلاثة كل دي عبارة عن مراجع تخيل مقالة زي دي كم صفحة عارفين فيها كم مرجع تخيل كم مرجع اديه مية وخمسة مرجع مية وخمسة مرجع كل حاجة دي النوتس خلاص والمراجع مية وخمسة مرجع رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة انتو بتعملوا ايه اه انا باخد دي والمراجع بتاح الفلاني تقدروا تتأكدوا ان انا واخدها منه بتتخيلوا ادي المرجع نمرة ثلاثة الكلام ده كتبتوه امتى view history ايه الهيستوري اتكتب اخر تعديل لي كان ساعة 13 و 45 ديئة خمسة جولاي 2014 ومين اللي كتبو ايكس ال تعال اشوف باتي بوت تعال اشوف كل دول بالتاريخ كتبت كذا وعدلت كذا كتبت كذا وعدلت كذا كتبت كذا وعدلت كذا كتبت كذا وعدلت كذا يبقى اذا التالاتة اللي ذكره من الاي سي دي ايل في منهجه نمرة واحد اوثر الكاتب الكاتب مين انت هل عندك عنوان هل اقدر اتوصل معك ايه الكواليفيكيشن والمؤهلات بتاعك نمرة اتنين الموضوع اللي انت كتبته هل بترجع كل حاجة كتبتها الى المرجعة بحيث ان انا اقدر اتأكد اذا كان كلامك صح ولا يعني يقول لي انا خدت المعلومة من دية خلاص acquired immunity syndrome مثلا او انا كتب انا اريها غلط يعني immune deficiency نقص المناعة المكتسبة syndrome جبتها منين قالك من واحد واثنين انزل تحت واشوف واحد واثنين دي عبارة عن ايه المعلومة دي جايبها منين من how does HIV causes AIDS وكذا من مكتبة كذا اصدار كذا كل شيء حتى الصفحات طب دي رقم اتنين رقم ثلاثة ايه هي رقم ثلاثة تحديث المحتوى ايوه كتبته امتى وعملت عليها تحديثات طبعا انا كتبناها ممكن من 2000 وكذا واخر التحديث كان من شهر واحد او الشهر ده فتخيلوا ان التلت حاجات دي اللي بتسمى لها الاي سي دي ال في تحديد مصداقية موقع ويب مين المؤلف معروف وايه الكواليفيكيشن بتاعته او مؤهداته المراجعة اللي اتكتب بيها الموضوع وهذا المحتوى ده تحدث ولا اقا طلع امتى وتحدث ولا اقا اتمنى الله ان يكون موضوع سهل واتفهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته